المنتخبات العربية عندنا طبعا الجدل اللي حاصل في الملاكمة الجزائرية أو على الملاكمة الجزائرية الباطلة الكبيرة إيمان خليف اللي طبعا النهاردة انسحبت من قدامها الإيطالية أنجيلا كاريني ومن طبعا النزال الأول بعد 46 ثانية بعد ما اطلقت كاريني لكمة قوية تمام رفعت ايديها لمدرب وقالت له مش اكمل وطلعت بعد كده للصحفيين وقالت كلام يعني غريب قالت ان انا يعني مش ما استحملتش اللكمة ورغم ان الكاريني دي قال باكم بطلة عالم فضية عالم كان جابة فضية عالم انا ما استحملتش اللكمة لان ده مش فير انا حاسة ان انا بلعب مع راجل مش بلعب مع بنت طيب تعالوا بقى نحكي حكاية البطلة الجزائرية فخر الجزائر وفخر العرب في الملاكمة ايمان خليف بنت دي من ولاية تيارت في الجزائر تمام من قرية قرية ريفية طبعا الولاية دي ولاية تيارت دي بتتميز بالمرتفعات والهضاب العالية والجبال انا بس لازم اقول الجغرافيا الاول عشان تعرفوا القوة او يعني الشكل ده من المناطق دي او من الجغرافيا دي زي افريقيا مثلا جنوب يعني الجنوب الافريقي تعارة منطقة جبال منطقة قاسية جدا في المناخ بتاعها قاسية جدا منطقة وعرة قاسية جدا في الشتاء بتوصل درجات تحت الصفر درجات الحرارة تحت الصفر في الصيف بتعدد درجات الحرارة الاربعين والخمسة واربعين المناخ القاسي ده بيشكل الجسم بيشكل النواع الفيسيولوجية لدى السيدات والرجال يعني امان خليف مش يعني قاعدة في التكييف ولا لا ده من قرية وقرية بسيطة ومن قرية مناخها قاسي جدا فهتلاقي كل البنات هناك او معظم البنات والولاد عندهم القوة الجسمانية دي واكيد حتى الستات هتلاقي نسبة التستسترون او هرمون الزكورة ممكن يعاد الهرمون الانوسي او يزيد كمان لان طبيعة الجبلية هي كده انا بس حبيت اقولكو جغرافية الناشقة بتاعتها لما بدأت في الاول مع كرة القدم وكان ابوها مش موافق ان بنت تلعب رياضة لان منطقة طبعا يعني منطقة ريفية وليها تقاليد مش معترف ان بنات تلعب رياضة شافت الملاكمة حبة الملاكمة وكانت الملاكمة التدريب في قاريا جنبها طيب هم على قد حالهم ايمان كان بتعمل كان بتبيع خردة ايمان اشوف كانت شغالة حتى في شغلنا قاسية جدا فشكلت جسمها غزبة عنها العالم كله دلوقتي او بعض الدول الاوروبية بينتقدوا ايمان خليف وعمالين تنمر على الخامة الربانية طيب يقولك ده بتلعب ده راجل مش مش ست طبعا برقيتها اللجنة الولمبيات الدولية وطلعت بيان وسامحولها تشارك بعد الكشف الطبي وبعد التحاليل يعني التحاليل اللي تلعب يعني ايمان خليف عندها نسبة السرونة عالية طبيعية مش واخدها من بره ما بتحقنش هرمون زكورة طيب ايمان خليف خسرت قبل كده ومتشات كتير مع بنات يعني خسرت كتير لعبت وخسرت كتير مع بنات محاديش الكلب يعني هي مش اللي هو البلدوزر اللي محاديش يقف قدامه مش ايرو مان هي يعني علشان الايطالية تاخد لك ما تقول اي انا مش هلعب لأ انا مش هقدر العب مع حد وده اول مرة تلقى لك ما بالشكل ده ده تحس انها حاجة موجهة ضد البطل ايمان خليف اللي انا بقول لحضراتكم اللي هتعيد مجد حسين سلطان الله ارحمه صاحب دهبيت اطلانتا ستة وتسعين من وقتها الجزائر ما جابيتش ولا ميدالية دهبية في او العرب كلهم انا اتكلم بصراحة العرب جبنا ميدالية دهبية واحدة في تاريخ العرب في الملاكمة وهي للبطل المرحوم حسين سلطاني اطلانتا ستة وتسعين البطل ايمان خليف اللي انا بقول عنها دايما حسين سلطاني يولد من جديد ولكن في هيئة امرأة البطلة الجميلة ايمان خليف انا بقول له حضراتكم طبعا الهجمة اللي عليها دي هجمة يعني شارسة شوية تنمر وهجمة شارسة حتى من شخصيات بارزة فلازم موقفنا احنا واجبنا ان احنا ندافع عن البطلة دي بطلة عربية هتشرف العرب وهفكركم فيه دورة الالعاب الولمبية وهتكون لها الميدالات ده استقص او اقصوا ايمان خليف بعد وصولها للنهائي فيه بطولة العالم في تركيا من النهائي بسبب الوضع بسبب الشك واللي حصلت بان دي فيها تحول جنسي او مشابه ولكن طبعا بسبب ضغط بعض الدول القوية في الاتحاد الدولي وحضراتكم عارفين وتكلمنا قبل كده عن فساد الملاكمة عالميا سواء تحكميا او المصالح الداخلية والانتخابية وكلام ده كل ملاكمة فيها اكبر فساد في العالم اتكلم بصراحة من زمان وحضراتكم لو تتذكروا دورة الالعاب الولمبية رودي جانيرو اللي توقف فيها تلاتة واربعين حكم بسبب الرشوة والنتائج الموجهة ففي بعض الدول بتحرك الملاكمة نعم معاكم فحركوها ضد البنت الجميلة البطلة الشجاعة البطلة بنت الريف بنت المنطقة الجبلية اللي شكلت الشكل الفيسيولوجي فما يعني حتى بعض الدول العربية وبعض الناس دلوقتي بدأوا يمشوا في الموجهة يقول لك يا دي عم ده راجل ايوة هي بمية راجل بمية راجل الرسالة بقى بتاعت ايبا خليف دي تعلمنا احنا هنا في مصر ايه احنا عندنا خامات موجودة في المناطق الحدودية في المناطق الجبلية نبحث عن الخامات دي وعن البنات البنات دول سدقوني حيبوا ابطال عالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة